موسيقى نتابع معكم في حلقة اليوم ما بدأناه الاسبوع الفائت من الاجابة على اسئلتكم التي وردت الينا عبر بريد البرنامج وعلى صفحة البرنامج على الفيسبوك والتي تنوعت بتنوع السائلين وتباين اهتماماتهم ومواقعهم وقد تركزت معظم هذه الاسئلة اليوم حول ضرورة اهتمام المسلم بقضايا الشأن العام ودور الحاكم في سن القوانين والنظم والتشريعات بالاضافة الى اسئلة متعلقة بالوضع السوري واخرى فقهية متفرقة بطبيعة الحال يجيب على اسئلتكم في هذه الحلقة سماحة شيخين العلامة الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم سيدي مرحبا بك يا أخي عثمان تتزاحم القضايا وتتعدد قضايا المسلمين على ابتداد جغرافية العالم الاسلامي ما اهمية ان يهتم المسلم بقضايا الشأن العام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وامامنا واسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد فلا شك ان الدين هو اعظم قضية من قضايا الوجود لانه يتعلق بمصير الانسان ايكون مصيره السعادة ام الشقاء الجنة ام النار ولذلك كان امر الدين امرا في غاية الخطورة ولا يجوز للناس ان يهولوا من هذا الامر ان لابد ان يعرف الانسان نفسه هل هو على دين ام على غير دين واذا كان على غير دين فهل دينه دين صحيح ام دين غير صحيح هناك ناس يدين بالوثنية وهناك ناس تدين بالالحاد يعني بانه لا دين له دينه ان لا دين له فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ان جعل ديننا من الاديان السماوية بل هو خاتمة هذه الاديان اكرمنا الله بانه جعل محمدا خاتم النبيين والقرآن خاتمة الكتب والاسلام خاتمة الشرائع الالهية التي انزلها الله للناس فمن واجب كل مسلم ان يتعرف على دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وكما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين كان المؤمنون ينفرون كافة الى الجهاد كلهم يذهبون الى الجهاد فقال لهم لا لابد ان توزعوا الادوار فهناك من يذهب وينفر لدفاع عن دينه وعن قومه وعن امته ضد المغيرين عليهم والمعتعدين عليهم وهناك من ينفر للتفقه في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحضرون فكان من هذا يعني فرضية ان يوجد في كل طائفة فرقة تتفقه في الدين وتعلم الناس الدين ومن هنا كان اهتمام المسلمين على طوال عصورهم بامر الدين وتخصيص الناس يتعلمون الشريعة والعقيدة والاخلاق والقيم وكل ما يريده الدين حتى يصبح الناس واعين لامر دينهم غير وافرين عن هذا الامر الخطير ونحمد الله تبارك وتعالى على هذا ونسأل الله ان يزيد الامة من هذا الفقه لان كلما ازداد فقه الامة اصبحت اقرب الى ان تتوحد وان تتجمع على الخير على الهدى اذا قل فقهها انفصمت عراها وتفرق جمعها واصبحت على قطر نعم مولانا